ايه معناها ان امه مثلا تدخلني جمع انا مش عايزاها او اب يخصبني على عريس انا مش مقتنع بيه عشان هو شايف ان هو افقه واعلم وعرف المستوى الاجتماعي وعرف المستوى المادي اللي انا حب اعيش فيه دي مش نرجسية ده جهل لا لا دي مش نرجسية ده جهل حتى لو هم متعلمين اه اه حتى لو هم دكاترة ومهندسين اه 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 اصلا واخدين قدر كبير من التعليم التعليم مش الكتاب يعني يقولك العلم في الراس مش في الكراس بالزبط كده فده جهل ده جهل حقيقي هو عنده جهل اللي هيس عدينه ايه اصلا انا شايف ان ابني ما يفعش يخش فيه مسرحي انا شايف انه احسن بكتير جدا ان هو يخش هندسة او طب او يطلع زبط ده جهل من الام لانها منصاقة ورا المجتمع مس ده مش معناه انها نرجسية مش كل ام هتصر ان ابنها يدخل كل الطب تبقى ام نرجسية وإلا يبقى كده كل امهات المكتبع المصري نرجسيين على فكرة الاغلبين بيبقوا كده للأسف بس ممكن حد يبقى نرجسي في موقف ده جهل لان هم ماشيين ورا قطيع لا ده جهل لان هم ماشيين ورا قطيع والقطيع عندنا في مصر بيقول انه الدكتور هو احسن حاجة المهندس هو احسن حاجة وهم ماشيين ورا قطيع فده جهل لكن مش معناه ان الام دي نرجسية بالعكس الام دي عايزة ابنها يكون احسن منها فهي مكادش دخل كل الطب وعايز اتدخله كل الطب الاب ده مش نرجسي ده عايز يدخل ابنه اللي هو ما دخلوش لو هو نرجسي هيتنافس معاه وهيبقى عايز دايما يخليه تحتي ويخليه ايه عرفة الاب عرفة الاب اللي هو معه فلوس والعيال محتاجة فلوس وما يديهمش انا عارفة البخير وانا كل اول شهر يديهم ويأكل الحلوة اللي في ايديهم ويأكلش اه اه ولازم كل اول شهر يأيجوا يقدوا فرودوا الولاء وطاعة عشان يديهم المصروف هوا ده الاب النرجسي فاهماني ده نموذج شئة عندنا في المجتمع لا ده نموذج نادر ده يعني ده مش نموذج شئة لما بيطلقوا من بعض لما بيطلقوا من بعض ويقعد يزل في العيال لا لما بيطلقوا من بعض ويزل في العيال فهو بيعمل كده عشان يكيدوا امهم مش عشان يعلي نفسهم ده يبقى مريض اكتر لما هو مريض بس مش نرجسي لازم يتعليق بجد ما هو ده مريض بس مش نرجسي انا بتكلم على الاب النرجسي الاب النرجسي الاب النرجسي الاب النرجسي انت غيزك التشخيص الغلط ونحنا بقنا نستخدم المستوطول لك قاريت عن نت انت ده اكتر حاجة غيزاك بقص بالزبط كده ليه بقى؟ عشان هو للأسف الناس بتشخص بعضها طول الوقت واسوق حاجة ان تشخصي باباكي ومامتك انت عارفة لما تشخصيهم وتديرهم ليبل كده كل كلمة بابا هيقولها عشان هو نرجسي كل كلمة هم هتقولها اصلي هي سنت نرجسي انا او شخص اخواتي انا انا صورة ابويا وامي فاهماني نزلتها لسبع ارض من ان انا كنت بحترمهم نزلتها لسبع ارض ده لما كان ابو ابراهيم كافر فربنا قال له ايه وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من انابى الي طبعا فاهماني وانجي هداك على ان تشرك بالله ما ليس لك بيها علم فلا تطوحمه وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من انابى الي انا بقى كسرت صورة الاب والام وبقى ماما نرجسية فاي كلمة تقولها لأ عشان هي نرجسية اصلاها بيت غير مني بابا نرجسي اصلاه بيت غير مني فاهماني فطبعا انا ضد التشخيص الاب والام رموز والله حتى لو كان نرجسي يعني زي ما بيقولوا على راسي هو كده بالزبط ما بتناقشش هو كده بالزبط ما بفهمش الكلام ده هو كده بالزبط هو كده بالزبط وده امر ربنا ده ناس بتبقى قليلة جدا وده بيبقى من انا بشوفها سبحانك يا رب من رضا ربنا عليك في الجزئية دي انه مش عايز يديك زنوب على الحتة دي بالزبط كده انه ممكن يسطرها معك عشان الحتة دي لانه مبقاش في ناس تعملها كثير بالزبط كده تخيالي بقى انه البنت اللي تتكلم مع لمها هو بتقول عليها نارجيسية دي انا عدت انا ما قط عمي واحل في ان انا مراحلة تاني اه شفتي كده والمثل يقولك اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في احد طب والله بجد بجد طبعا مهما كانت الام هي شايفة ان عندها عيوب او هي تم استثناءها طبعا اراضيها مش هقول اصل امي نارجيسية فانا لا بس هما مش بيقووا بعض عرفتي مين اللي عنده مشكلة لا ليس هاجر لا مشقود انها هاجر لIE عندها مشكلة بعدها مشكلة مع امها وعمالت تعمل استخدع يعني يا هاجر الولد لو جيت قدم الراجل دة لو جيت قدم هيبقى تمام الدنيا هاجر عندها مشكلة مع امها هاجر عندها مشكلة مع امها عمالت شخصها وعملت المك؟ طبعا يا امميت قالت انا أغسابنا علي اختان بتقول علي اختانه ان هما غسبوها عالجوازة بغض النظر الأم قالت ايه يعني ايه يعني لما مامتك تبقى رفض حاجه هتراضيها وتقنعيها ولا تقطعيها أغزل تحل رهبة وهي عارف أنا كنت بعمل في أي أغزل لحد ما تسمع كلام من بعد كده أو إلا أنا هسمع الكلام بس أنا كنت بعمل كده عشان أخليك تحبيني أكتر جميل ده طريقة تانية بس في الآخر هراضيها لا طبعا واحدة ما بتكلمهاش بقالها سنين ده ده نوع من أنواع الدلع والتانية عملت استنتج استنتاجات إنه هي هترفض العريس فأنا هدخل معها في صراع يعني فرودي هي حتى رفضت العريس أقنعها ولا هدخل معها في صراع لأ ده أنا شخصت أمي وبقت أمي نرجسية وأنا خايفها من أمي أصل هي لها تبوز للجوازة أصله الثاني أهم عندها من أمها لا بس الثاني قال لها أنا هستحمل هي هي ما نقولك مين اللي عنده مشكلة الثاني جدع ده الثاني جدع إنه قال لها أنا هستحمل ده الثاني أحسن منها قال لها ما كليش دعوة أنا هستحمل لك ده الثاني جدع ده الثاني ستضوز الجوازة أنا معاك الثاني جدع ده هيستحمل قد إيه اللي يستحمل قد إيه يعني موضتها لحد ما تعمل فيه إيه فبعد كي أقولك أنا حقي بسنيني أو أنا هجري حقي برقابتي أصلاح حقي بسنيني أنا شوفت أنا مويل أبسلوع وفظيل عزي أقول أنا حقي برقابتي ومش أكمل فده لغاية إمتة بقى وإيه لك أنا جبت أخي عمّة بقى لها جوازة على حسب قدر حبه اللي هاجر لو بيحب هاجر بقادر كبير هيستحمل حاجات كتيرة لو بيحبها ليل شوية وهيزهق وهياخد بعضه ويبتكي العربي إيه ده يعني اللي بيحبه أكتر بيستحمل؟ طبعا 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 أنا أعرف واحد استحمل واحدة وأبوها . نفس وتحمل لك ولحد رأتي بستحمل علشان الحب يعني الحب يعمل أكتر مكيدا والله يهو اهو ميلي قالك كده الحب باعدش بيستحمل علشان الحب believing اللي واحد بيستحمل علشان المقابل المبياخده ما هو الت لو ما بتاخدش مقابل وبتاخد دلع تاخد كلمتين حلوين تاخد حنيه بتاخد احتواء بتاخد احترام وبتاخد أنين تدامك ما هو الحب رanceيد عمرك ما تستحمل ما هو الحب رسيد يعني ما هو ما تزعق له عشان الحب رسيد طيب ما هو ده نحن نقول اهول حب رسيد فهو هيستحمل طول ما هي هاجر ليها رسيد عنده لان ما رسيد هاجر عنده يخلص ولا هيستحملها ولا هيستحمل امه طب هو امتى الرسيد بيخلص بين ما تجاوزين لما احنا ما بنشحنش رسيد احنا لازم طول الوقت نشحن رسيد رجالة وستات يعني ايه نشحن رسيد يعني الراجل ممكن كل شوية يجيب هداية يقول كلام حلو يطبطب ويدلع ويصفر ويخرج فهو كده بيشحن رسيده زي الفل وهي كمان ما بيقول ما بيقول بيدلع وهي كمان لازم تشحن رسيد طول الوقت بان هي تيجي على نفسها في اوقات وتستحمله في اوقات وتبقى حنينة وطيبة لانه هو محتاج ده جدا منها الخناقة ما يفعش تستمر قدين وانه ساعات كتيرة تحط اهل اهله قبلها يعني؟ ده بتشحن رسيد في الحتة دي ايه اللي اهله قبلها دي اه ساعات كتيرة تفضل الاهله عليها انتهى موز السوابت ليدو لوا انا هقفل الحلقة تعمل كتير يعني اهله قبل يعني ساعات كتيرة بتشحن رسيد عنده بانها بتشتري خطر اهله اه دي حقيق فهو اعمل نفس بالسامعة او عزبه هو بدل ماجي على اهله انا كده بشتري خطره وبشحن رسيد عنده فانا هستحمل اهله واستحمل اللي بيعمله يا لما حاجي ديكي كلمتين قلومه هو مالومه مش هم زي ما هو كده زي ما هو كده خطيب هاجر بيقول لها متى ليش هستحمل هو كده بيشتري بيشحن رسيد عنده هاجر بانه هيستحمل اللي امها هتعمله فهو بيشحن رسيد عند مين؟ عنده هاجر الخناقة ما ينفعش استمر قد ايه وإلا تقول مش هيكمله مع بعض مثلا يعني ايه الخناقة ما ينفعش يعني لو هم متخانقين دلوقتي يعني احنا قلنا دي قطع امها سنة دي كارثة طبعا لو اتنين متجاوزين وهم اللي ما بيتكلموش مفروض اطول خناقة تبقى قد ايه لا هو اصلا المفروض المتجاوزين ما يتخانقوش اكتر من النويبات ويصحى اليوم الصبح يتصالحوا طبيعي لا 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 احنا بالنام بدري الرجالة غير الستات فيه كتاب مشهور قوي اسمه الرجال من المريخ والنساء امن الظهر الست الخناقة عندها لازم تخلص دلوقتي ولازم لما تبقى زعلانة ومقموصة تصالحني وتبقى تقولي انا اسف وحقك علي وتجري ورايا هي عايزة كده عكس الراجل الراجل لما يبقى زعلان لازم يدخل الكهف هو مكتوبة كده في الكتاب يدخل الكهف بتاعه يعني سيبوه ما هاتش عبره الست بقى بتفاكرة ان هو ايه هو زعلان في النازم يصلحه لا اما تصلحهوش انت لما تصلحيه بتزودي الخناقة فاسي بيه هو هيقعد بس هواده الليل هيسح الصبح كويس هو كده دخل الكهف بتاعه هيسح الصبح يتصلح يدور بقى على هاتصلح الصبح شفتي وقتين مشكلة دي المشكلة بقى ده من الحكس هي لازم تفهم ان هو دماغه كده هويته مازاجك انا بقى عايزة اخوش الكهف الصبح شفتي عشان كده هو رجال من المريخ ونساء من الظهرة نقرب بقى من بعد بقى نقعد في بلوتو شوية عشان ربنا يكرمنا بإذن الفترة اللي جاء اتشالم الكواكب بلوتو تشالم الكواكب خالص نورتني يا دكتور وقلنا في النص الهاجر تعمل ايه وهي بقى تضحك على موتها بكلمتين حلوين بس هي بتقول مامتها امتطرداش بكلمتين حلوين لا 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 هي لو عرفت تخلي الحكاية جاية من ناحية مامتها وكأن مامتها هي الشخص ان كنترول او ان شارج هي اللي مسؤولة عن كل الحاجة هتماشي الجوازة هتماشي الجوازة لان هي ما يفرقش معها هي هتتجوز مين هي يفرق معها انها تم استثناءها واسطة بعدها من القصة اللي فاتت طب انا اسألك سؤال اكتش سؤال يعني دلوقتي تروح تستسر بمامتها قبل ما هو ايجي قبل ما العريس يجي تقدمت لها ماما في واحد اثنين ثلاثة ايوة ايوة وتكسب مامتها وتخلي مامتها تبقى في صفها تمام؟ عشان في الاخر مامتها هتتوافق على الجوازة ونديها الكنترول لح تسحب اهميتها وان الجوازة دي مش هتتم للم ما وفقت لو فاشلت الحركة دي هي هتبعت لنا اكيد على السوشيال ويديو بص نتراهن انا وانت انا بقولك لو هي عملت كده صح بس هي عندها مشكلة مع مامتها هي مش تعمل كده ابدا صحة لان هي عندها مشكلة مع مامتها وعندها تشخيص مسبق لمامتها هتجرب وتصبط المقادير زي ما انت قلت بس لو طلع ان ما فيش فايدة هتبعت تقول لنا بس كده هنتراهن اتفقنا يا جماعة الحلقة دي هنخلصها على رهان بيني انا ودكتور حمود